أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان اليوم رح أتكلم عن تعبير منسمعه دايما بشكل مستمر منسمعه من المسيحيين والغير مسيحيين أيضا من أحبائنا المسلمين ودايما لما بيكون في ورطة في مشكلة في مأزق في ظرف قاهر أو ظرف صعب ظرف معين في حياة الشخص دايما مستخدم تعبير ربنا موجود حتى في ترنم عن ربنا موجود وفعلا هاي الكلمة بتعطي راحة داخلية في حياة الإنسان الإنسان بيرتاح لما بيعرف أنه الرب موجود ولما بيعرف أنه الرب بجانبه ولما بيعرف أنه الرب مشتركه ولما بيعرف أنه الله عم بلاحظ كل شيء لاحظ الله بيعرف أفكارنا بيعرف دخولنا وخروجنا الله بيعرف كلامنا وقلوبنا أيضا الله بيعرف كل شيء عنا وبعدين الله بيكلمنا أنه إحنا أهم من عصافير وحتى شعور رؤوسنا مرقمة ربنا موجود عرف هذه الفكرة هي فكرة كتابية بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه لأنه ينبغي أن الذي يأتي إلى الله لاحظ ينبغي أن يؤمن أنه موجود ربنا موجود يعني هو الإيمان بوجود الله ربنا موجود الإيمان بحضور الله ربنا موجود الإيمان بهيمنة الله وسلطانه وسيادته المطلقة الكاملة في حياة الإنسان ربنا موجود الله حاضر معنا مش ناسينا مش تاركنا اليوم كتير ناس تعبان بسبب ظروف المرض ودايما مرض الكورونا أو الوباء وكل ما بدنا نتقدم شوية نسمع الأخبار الحلوة نفاجأ أنه هذا الوباء عم بينتشر في الدول عديدة في العالم إذا بتلاحظوا عم بينتشر في شمال أمريكا عم بينتشر في أوروبا ومن فترة لفترة بنسمع أنه في موجة تانية من هذا الوباء جاي صاروا بيحكوا لنا عن موجة تالتة رح تيجي بسبب الوباء فأنا عاوز أشجع كل مشاهد وكل مشاهدة ربنا موجود الله حي حاضر معنا الله عارف كل شيء وصدقوني الكلمة الأخيرة للرب طيب شو أعمل أنا في هذه المواقف؟ أول شيء أنا لازم أفحص نفسي وأقيم نفسي من خلال كلمة الله ونور الرب في حياتي وفعلا إذا في شيء خطأ فيي إذا في شيء مش صح بحياتي إذا في شيء أنا محتاج أعترف وأتوب للرب عنه هي الفرصة أنه نرجع ونتوب أمام الله ونطلب رحمة الرب نطلب معرفة الرب ونطلب سيادة الرب أنه الله يتدخل في هذا الوضع والآية اللي بنقتبسها دايما فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم فإذن في هذا الظرف في هذا الوضع لما بطول خلينا نفحص أنفسنا شيء تاني كيف أنا ممكن أكون سبب بركة في هذه الأزمة في كتير ناس عم بتمر في يأس في ظروف صعبة ظروف الفقر والأولاد مش عم بروحوا على المدارس وما فيش عمل ما فيش شغل وفي ناس عم تنتظر أجوبة في حياتها ومش عم بتتم بسبب الكورونا فخلينا نكون سبب بركة في هذه الأزمة خلينا نكون بلسم شفاء خلينا نكون كلمة حلوة للناس خلينا نكون سبب خلاص لكل من حولنا خلينا نكون رسالة شفاء رسالة رجاء وأمل أنه الله فعلا يعني وعد وعود كثيرة أنه لا يهملنا ولا يتركنا وعد حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في الوسط يامن تمر في عواصف كثيرة وهياج الدنيا كله من حولك عاوز أشجعك وأشجعك وأقول ربنا موجود اتطمن ما تخاف ارفع عينيك لفوق هو حي موجود لابد أن يأتي ويسرع لمعونتك بصلي من كل قلبي أنه الله يفكها الأزمة وينهي على هذا الوباء بس خلينا كمان نتعلم دروس من الماضي أنه ما أضوع الوقت أو الفرس السدى بل أمجد الله في حياتي وأربح نفوس لأجل المسيح واليوم أنت مطالب أنك تتكلم عن خلاص المسيح لأنه هذا قرار مصيري للناس استخدم كل فرصة ما تضوعها الله بيحب الناس الله يريد خلاص الإنسان مش عاوزين نضوع وقت اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم أطلب الرب مدام يوجد ادعوه وهو قريب الرب قريب جدا في مجيئه لكن قريب منك ومن حياتك قل يا رب تعال إلى حياتي ارحمني أنا الخاطئ توج المسيح قل يا رب أنت سيدي أنت ملكي أنت مخلصي خليه يملك على حياتك إذا الرب فعلا وصليتها من كل قلبك شارك هذا الفيديو مع آخرين ربنا موجود موسيقى موسيقى